إنجازات دولة الإمارات في 2018 في الرابع والعشرون من يناير أعلن عن دخول شرع الشيخ خليفة بن زايد مؤسوعة جنس للأرقام القياسية كأطول طريق دولي موفر للطاقة ويبلغ طوله 246 كيلو مترا في الخامس من فبراير افتتح الشيخ محمد بن راشد مقر مركز الشباب العربي في أبوظبي والذي يوفر للشباب العربي المساحة اللازمة للإبداع في العاشر من فبراير استضافت إمارة دبي على مدى ثلاثة أيام أعمال الدورة السادسة من القبة العالمية للحكومات تحت شعار استشراف حكومات المستقبل في التاسع من إبريل حققت الإمارات المركز الأول عالميا كأكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية فبلغت مساعداتها تسعة عشر فاصل ثلاثة مليار درهم ووصلت إلى أكثر من مائة وسبعة وأربعون دولة في الثالث والعشرون من يوليو احتضنت العاصمة أبوظبي أكبر مدينة ترفيهية مغلقة في العالم وهي عالم وارنر برادرز وتمتد إلى مساحة واحد فاصل خمسة وستون كيلو متر مربع في العشرون من سبتمبر وللعام الثاني على التوالي تصدرت إمارة أبوظبي مدن العالم الأكثر أمانا في السادس عشر من أكتوبر أطلقت الإمارات منصة مدرسة إلكترونية مجانية تتضمن خمسة ألاف درس تعلمي بالفيديو في المواد العلمية تغطي المراحل المدرسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر في التسع والعشر من أكتوبر تم إطلاق أول قمر صناعي تم بنائه بأياد إماراتية خليفة ساد في الواحد من ديسمبر سطرت دولة الإمارات إنجازا عالميا بحصول جواز الإماراتي على المرتبة الأولى عالميا وافق قادة الاتحاد الأوروبي على اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد حسب ما أعلنه رئيس المجلس الأوروبي دونالد تيسك وينبغي أن يصدق البرلمان البريطاني على الاتفاقية ليصبح سار المفعول وهي مهمة لن تكون سهلة بالنسبة لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بالنظر إلى عدد نواب المعترضين على محتوى الاتفاق وفي التاسع والعشرين من آذار مارس المقبل ستغادر بريطانيا رسميا لاتحاد الأوروبي وسيل ذلك التاريخ فترة سنتين لجعل مغادرة بريطانيا أكثر سلاسة ويسرا ومن غير الواضح كيف ستكون فترة المغادرة وتأثير ذلك على التجارة والهجرة وحقوق المواطنين في الثامن والعشرون من اكتوبر جنحت البرازيل أكبر دولة في أمريكا اللاتينية إلى اليمين مع انتخاب جايير بولنسارو رئيسا جديدا تنفس العالم الصعدة في العشر من يوليو عندما جرى إنقاذ الفتر أخير من 12 لاعب كرة قدم من الفتيان ومدربهم من داخل كهف غمرته المياه في شمال تايلاند حيث احتجزوا لمدة 17 يوما في الأول من يونيو تسلم السلطة في إيطاليا ائتلاف معارض مكوم من حركة الخمس نجوم الشعبوية واعتمد وزير الداخلية الجديد ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابط المناهد للهجرة سياسة متشددة أدت إلى قيام إيطاليا بإغلاق واسع لحدودها في وجه المهاجرين في السابع عشر من نوفمبر اندلعت الاحتجاجات في أنحاء فرنسا ضد رفع الضريبة على وقود السيارات وارتفاع تكلفة المعيشة ولاحقا تحولت إلى حركة احتجاجة واسعة ضد سياسات الحكومة ورئيس إيمانويل ماكرون في السابع عشر من أبريل جمعت قمة تاريخية للمرة الأولى كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية ونظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن بهدف انهاء الصراع بين الدولتين حيث أجر الزعيمة نقاشات جادة وصريحة حول نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية وإبرام اتفاق سلام نهائي واتفقت طرفان على الدفع باتجاه تحويل الهدنة التي أنهت الحرب الكورية منذ عام 1953 إلى معاهدة سلام هذا العام وبذلك انتهت الحرب بينهما في مطلع يناير 2018 تقدمت الإمارات بشكوى إلى الأمم المتحدة ضد قطر لأول مرة عالميا الإمارات تعتزم بناء مستشفى في الفضاء في شهر يامارس أنهت الإمارات بناء أول مفاعلاتها النوبية الأربعة بالتعاون مع كوريا الجنوبية الإعلان عن الإمارات كأكبر منح للمساعدات الإنسانية في العالم للعام الخامس على التوالي في يوليو الإمارات تحتفي بزيارة الرئيس الصيني التاريخية إلى الدولة أما في سبتمبر فقد أعلنت الإمارات عن أول رائدي فضاء عرب للمحطة الدولية ومؤخرا في ديسمبر أعلنت الإمارات عن تدشين مشروع سيوفر ألف فرصة عمل في عدن أقر العاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيد يوم الثامن عشر من ديسمبر الجاري الميزانية العامة لألفين وتسعة عشر والتي تجاوزت رليون ومئة مليار ريال لتصبح أكبر ميزانية في تاريخ المملكة تمكنت المملكة العربية السعودية من إضافة إنجاز جديد إلى إنجازاتها السابقة وهو إعلانها عن إطلاق قمران صناعيان ولكن الفرق في هذا الإنجاز أنه مات ما تصنعهما محليا أصدرت السعودية بيانا رسميا في يناير الماضي أفادت فيه بإداء ملياري دولار في المصرف المركزي اليمني للحكومة في عدن والتي تحظى بالاعتراف الدولي وذلك لتعزيز الوضعين الاقتصادي والمالي وإنقاذ الريال اليمني من الغرق شهدت البحرين خلال الفترة من الرابع والعشرون من نوفمبر حتى الواحد من ديسمبر انتخابات برلمانية وبلدية شهدت أعلى نسبة مشاركة في تاريخ المملكة حيث بلغت ما يقارب 67% بالنسبة للانتخابات النيابية وما يقارب 70% للانتخابات البلدية وتوجد بانتخاب برلمان ومجلس بلدي جديدين على السعيد الاقتصادي أعلنت اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي في البحرين مطلع إبريل اكتشاف أكبر حقل للنفط في تاريخ البلاد وقالت اللجنة أنه تم اكتشاف مورد كبير من النفط السخرية الخفيف تقدر كمياته بأضعاف حقل البحرين إضافة إلى كشف كميات كبيرة من الغاز العميق في العراق تم تنظيم انتخابات تشرعية ومحلية هي الأولى من نوعها منذ طرد تنظيم داعش من الأراضي التي سيطر عليها في الأردن وتحديدا في الثاني من فبراير عمت المملكة الأردنية تظاهرات احتجاجية استمرت لأيام ضد رفع الدعم عن الخبز وارتفاع الأسعار وفرض الضرائب التي أقرتها الحكومة في موازنة عام 2018 وصادق عليها مجلس النواب الأردني في الرابع عشر من مايو افتتحت الولايات المتحدة الأمريكية سافرتها الجديدة في القدس في خطوة تتعارض مع سياسة تقليدية المعتمدة دوليا منذ عقود وأثارت غضب الفلسطينيين وقررت واشنطن إلغاء قنصليتها في القدس التي تتعامل مع الفلسطينيين وألحقتها بالسفارة ومن ثم أوقفت مساعداتها للمستشفيات الفلسطينية في المدينة في نظرة بانورامي على أحداث عام 2018 في لبنان يمكن القول أنها سنة الغليان السياسي في مقابل الاستقرار الأمني الحدث الأبرز سياسيا تمثلا في إجراء الانتخابات النيابية في مايو على أساس قانوني يعتمد النسبية لأول مرة أفرزت الانتخابات مشهد سياسيا جديدا أسقط الانقسام العمودي بين قوى الثمانية وأربعة عشر آذار التي سادت منذ ألفين وخمسة وكرزت فوزا واضحا لحزب الله وحركة أمل الذين تمكنا من حظ كل مقاعد طائفية الشيعية إضافة إلى فوز حلفائهما في عدد من دوائر بيروت والبقاع والشمال والجنوب من طوائفي مختلفة في الحادي والعشرون من يناير أعلن عن مقتل أربعة عشر شخصا في هجوم مسلح على نزلاء بفندق انتر كونترنتل في العاصمة الأفغانية كابول في إيران أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية انتحابها من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى العالمية مع إعادة فرض كل العقوبات المتعلقة بإيران والأتي كانت علقتها في إطار الاتفاق وأضافت أخرى جديدة أما في الجزائر فكان يوم الحادي عشر من أبريل الأكثر سوادا في عام 2018 إذ استيقظ الجزائريون في هذا التاريخ الذي صادف يوم الأربعة على خبر سقوط طائرة عسكرية من نوع إيروشين قرب مطار بوفاريك العسكري بولاية البليدة وجدت الجزائر نفسها ناها أمام أكبر كارثة جوية حيث سقط في الحادث 257 شهيدا بين عسكرين وأفراد عائلتهم الذين كانوا متوجهين لأداء مهامهم النبيلة في حماية الوطن والذودي عنها الزمرين تشعل الجثث والتحقق منها لأسابيع لتنطلق جنائز في مخظم الولايات وتودع قوافل الشهداء في جنائز مهيبة أظهرت عظمة حراس الوطن في عيون الجزائريين أعلنت المملكة المغربية عن إطلاق القمر السنع محمد السادس الثاني الذي يعد خطوة مهمة تتبعها المغرب بشكل كبير باعتباره إنجازا مهما ينضاف إلى إطلاق القمر السنع محمد السادس الأول وبذلك ستمكن المغرب من اكتساب خبرة تكنولوجية في مراقبة المجال الحدودي بصورة رقمية عالية الجودة لا تتوفر لدى جيرانه في أوروبا وفي شمال أفريقيا في السابع من فبراير أعلن الاتحاد الأوربي إدراج تونس في القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لغسل الأموال وتوميل الإرهاب أما في سوريا فكان الحدث الأبرز خلال 2018 ألن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب الجنود الأمريكيين المتمركزين في سوريا وعددهم ألفا جندي في أسرع وقت ممكن مؤكدا أن تنظيم داعش قد هزم